وطيرة التحركات العسكرية في محافظة إدلب ومحيطها تشير إلى أن كل الأطراف في الصراع في سوريا تستعد للمعركة المؤجلة في المنطقة فالنظام السوري وحلفائه يواصلون إرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق المحيطة بالمحافظة والخاضعة لسيطرتهم في باروسيا تتحدث عن ضرورة حل مشكلة التنظيمات الإرهابية في إدلب بشكل جذري عاجلا أم آجلا في المقابل دفع تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية نحو ولاية هاتاي الحدودية مع شمالي غربي سوريا وتدخل بعض هذه التعزيزات بشكل شبه يومي في الأيام الماضية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها في المقابل يعزز النظام وحلفائه حضورهم في المنطقة حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول أكثر من أربعة ألاف عنصر من قوات النظام والمقاتلين الإيرانيين مع آلياتهم وعتادهم إلى ريف حلب الشمالي منذ مطلع الشهر الحالي في موازات ذلك وبعدما شهدت منطقة إدلب وأرياف حما وحلب واللاذقية المتصلة بها يوم الثلاثاء حتى صباح الأربعاء عودة نسبية لحالة الهدوء الحذر استنفت غارة طيران الروسي وطيران النظام المروحي بقصف صاروخي لبلدة التمانعة ومحيطها بريف إدلب الجنوبي كل هذه المعطيات تدل على أن المعركة مؤجلة راهنا في إدلب ومحيطها ويعزز ذلك تصريح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أليكساندر لافرينتييف الذي حضر اجتماعا للدول الضامنة لمسال أستانا مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا بشأن اللجنة الدستورية المتعثرة إذ قال إن بلاده تعمل مع الدول الضامنة على حل المسألة في إدلب بأدنى حد من الخسائر مع ضمان أمن المدنيين هناك جاء ذلك مع دجليل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مطالبته بضرورة بذل كل الجهود لحماية إدلب مما وصفه بالكابوس الإنساني الذي لم يحدث له مثيل في الصراع السوري